شكراً دولة الرئيس أنا محمد إبراهيم من جريدة دستور كنت أستغل يا فندم الموقف اللي حصل في أسوان والناس يعني أنا واحد من دون الناس جات له رسالة بتقول أنه اختلطت مياه الشرب بمياه الصرف وأنا كمتابع بعرف كواس جداً أنه في التنفيذ الخطوط مياه الصرف بتكون أوطى بكتير من خطوط المياه فهو أمر صعب جداً أنا على المستوى الشخص عارف لكن المواطنين مش عارفين فكنت أستاذ سيادتك لو توضح الأمر كمان نستغل الموقف في أنه الدولة المصرية أنفقت مئات المليارات منذ 2012 أو 2013 وسيادتك كنت على رأس هذا الملف في توفير مياه الشرب المصريين كنا قبل 2011 كان في صورة جراك الموضوع ده انتهي تماماً كان في مشاكل ما كانش في تقطيط مياه الصرف الصحي في الكرة احنا بنستهدف وطبعاً احنا يعني كدولة مصرية قطعت شرط كبير جداً كنت أستاذ سيادتك لو توضح الأستاذ المواطنين كم أنفقت الدولة على مياه الشرب والصرف الصحي في 2012 حتى اليوم أرقام عمرها ما حصلت في تاريخ مصر شكراً يا فاندو اسمحوا لي أننا يعني نتكلم في هذا الملف مرة أخرى وأكد أن يعني الحمد لله منظومة مياه الشرب اللي موجودة في مصر الحمد لله على أعلى قدر من المأمونية والسلامة احنا عندنا عشان حراركم تبعوا عارفين 3050 محطة مياه شرب على مستوى جمهوري النهاردة مصر نقدر نقول نسبة تخطية مياه الشرب 99% 99% يعني 99% لديهم شبكات ووصلات للمياه الشرب في منازلهم طب الباقي ده بيبقى ايه؟ معلش هنحقول مناطق متطرفة بعيدة جداً مناطق غير مخططة أو عشوائية تبانت بيوت بعيدة فبيضطروا أحياناً أن هم يلجأوا أن هم يعمل زي ما بيقولوا البير أو المكنة اللي بيطلحها عشان يطلع مياه لكن 99% من جمهورية مصر العربية وصل لها شبكة مأمونة تماماً من مياه الشرب المحطات دي كلها بيتعمل عليها على طول يعني رقابة ومتابعة وبنشوف كل الإجراءات اللي بتحصل عليها فدي اللي أنا حابب أن أنا أأكد عليها شبكة الصرف الصحي هي شبكة منفصلة تماماً عن شبكة مياه الشرب دي شبكة ودي شبكة وأذكر حضراتكم يعني في 2014 كان نسبة تخطية القرى في مصر لا تزيد عن 10-12% 10-12% النهاردة إحنا تجاوزنا الـ 65% والباقي إن شاء الله بإن شاء الله مع نهاية حياة كريمة هنكون نجحنا إن إحنا كل الريف المصري يكون وصلوا خدمة الصرف الصحي فبالتالي إحنا خدنا طريق كبير والطريق مش سهل إن إحنا نخلصه في فترة قصيرة ولكن اللي حصل ده كله في فترة أقل من 10 سنوات بكل المقاييس هو إنجاز كبير جداً 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 للدولة المصرية في مطلب شعبي كان كل المواطنين في كل حتة كنا بنروحها في زيارتنا كله بيقول أنا عايز خدمة الصرف الصحي وما زال الـ 35% ودول ليسوا بعدد قليل بيطالب هما كمان من حقهم إن هذه الخدمة تدخل لهم فبالتالي ممكن المشاكل اللي بتحسب زي ما حضراتكم تبعته نتيجة لإن بعض القرى ممكن لسه ما فيهاش خدمة الصرف الصحي وبيحصل فيها مشكلة نتيجة لذلك ولكن النهاردة أصوام نفسها النهاردة لما حضراتكم تشوفوا الحمد لله مستوى تخطية خدمة الصرف الصحي اللي وصلت لها أكتر من 100 قرية فالنهاردة إحنا بنتكلم على كل المتبقى فيها عدد محدود بإذن الله مع نهاية قبل نهاية المرحلة التانية من حياة كريمة حتكون انتهت بالجامل وده نموذج لكل اللي بيتم على مستوى الدولة فالحتة دي بالذات أنا حابب إن أنا دايما أتكلم عليها وأؤكد يعني هذا الموضوع بترائب عليه ثلاث وزارات وجهات مختلفة موضوع جودة الميا وزارة الصحة وزارة الري ووزارة الإسكان طبعا جعلناها مسؤولة عن المحطات لكن الكل بيرائب وكل واحد ليه دور وكل واحد بياخد عينات وكل واحد بيطلع نتائج وبنشوفها وبنتباحها في هذا الشأن فأنا حبيت بس عشان الأمور تبقى واضحة لنا كلنا وحجم يعني محاولات التشكيك اللي بتحصل الحجم اللي الدولة عملته في هذا الأمور لازم كلنا نبقى واخدينه في عيوننا واعتبرنا لأن لن تتوقف حملات التشكيك والمحاولة أن يعني إثارة أن الدولة يعني متقعسة أو الدولة متأخرة وده مش صحيح وإحنا بنحاول بقدر إمكاننا وإذا حضراتكم أكيد وتابعته وحضرتك بنفسك قلت إذا بنبص على الأرقام حجم التغطية كانت قد إيه وحجم النهاردة اللي إحنا وصلناه في فترة عشر سنين مقابل ما كان يعني موجود في الدولة كلها من قبل 2014 كان قد إيه وده يبرر إن إحنا ما زلنا بنقول ما زال قدامنا في موضوع الصرف الصحي شوط لازم نخلصه ولازم نستثمر فيه ولازم نصرف عليه عشان إن شاء الله نحقق الحلم باكتمال توصيل الخدمة بالكامل لكل مواطنين مصر بإذن الله شكرا للمشاهدة